أيها الذين آمنوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين قال لنا تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولكننا لا نريد نحن اليوم نحن الذين نكره ليس المجرمون نحن الذين نكره لا نريد أن نقاتل لا نريد أن نطيع ربنا نحن الآن في العجل الذي عمله بني إسرائيل وراء الشجرة التي نهي عنها آدم حتى أنزل الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يعني الخديعة لم تنتهي كما أخرج أبويكم من الجنة ثم فعلها ببني إسرائيل ثم نفعلها نحن بأيدينا كما سألت كما سألت أين ذهبت من الذي يفتي عجيب عجيب أين المفتون أين المفتون يا أخي يعني الحق حتى يعني لا يغيب الكلام عن الناس في مصر وجد غنيم هذا رجل يعني إذا رأيته خلت أنه سيفتح روما أين هم اليوم أين هم محمد حسان بكى حتى يعني نقاتل في سوريا من نقاتل أين هم اليوم أقول لكم لا يكفينا أنا سمعت أن نائب الاتحاد نائب الاتحاد العلماء أخرج بيانا وقع فيه يدعو فيه ما هو يعلم أن الورق ورق وأن الجوارير جوارير هو يعلم هذا إنما لما نائب الاتحاد أين رئيس الاتحاد أين المنابر التي كانت تهز في قطر لنجلب الأموال والسلاح والرجال أين أنت يا دكتور يوسف أين اتحاد العلماء أين الذين طاروا إلى أفغانستان قتلتم أبناءنا لأجل أمريكا في أفغانستان سرقتم أموالنا لأجل أمريكا في أفغانستان طرت أنت ومن معك لأجل حجر الصنم لماذا لا تأتي لأجل حجر البيت المقدس لماذا لا تأتي لماذا لا تطير لهذا المسجد حرمت على المسلمين أن يزوروا هذا البيت صدقوك ولم يأتوا تعال أنت تعال هات الجيوش تعال هات الرجال والمال والسلاح ظنوك صادقا أكمل معهم أنت وسائر فريقك وطائفتك التي معك اخرجوا أنتم العلماء الذين ظن الناس فيكم الحق وكان يخوفنا النبي الله أمثالكم الأئمة المضلون رأيناكم أين أنا لا أكاد أنتهي ولن ننتهي حتى تقولوا لنا كيف دخل المسلمون ليبيا ليبيا كيف دخلوها من أين دخلوها كيف دخلوا سوريا شيشان أوروبيون يا أخوانا دخلوا ليبيا ودخلوا سوريا ولا يستطيعون أن يأتوا من البحر من السماء من الأرض التركية الرئيس المزراء التركي يتباكى علينا ابكي أخي ابكي أنت الذي حرق ليبيا ابكي أنت الذي حرق الشام دعونا نبكي على أنفسنا دعونا نبكي على فتياتنا وعلى نسائنا وعلى حرائرنا لنا في بيت المقدس لنا الله كافينا الله كفيلنا الله يكفينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حاجة لنا بكذاب لا حاجة لنا بخائن أبدا كما قال المليك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ها قد ابتلانا وها قد بليتم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين شيخ صلاح الدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أذكرك فقط بعبد الله الصغير الذي أخذ يبكي عندما ضاع الأندلس فقالت له أمه ابكي مثل النساء ملكا عضوضا لم تحافظ عليه مثل الرجال المسلمون يبكون ملكا لم يحافظوا عليه وضعوه شيخ محمود عشور اليوم غزة تستغيط اليوم غزة ربما كما قال البلغاء العجز عن التعبير أبلغ من كل تعبير والله يا شيخ محمود لم أجد اللفظ المناسب أقسم لك بالذي رفع السما بلا عمد أعجزتني الكلمات قتلتني العبرات أطفال غزة يستغيطون ما هو الواجب الشرع على المسلمين قيل لهم التظاهر من أجل فلسطين بدعة قيل لهم أن قول الرسول من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم حديث ضعيف لم يثبت لم يقوى سنده قيل لهم أن الانتصار لفلسطين في الشوارع العربية بدعة هل من البدعة الوقوف لجنب فلسطين يا شيخ محمود يا أخي العزيز